الكون يستحق التفكير وهناك العديد من القصص والحكايات التي يجب أن تروا ويمكن ذي يعني العبارة اللي افتتح بيها ضيفي النهاردة في التساع قناته على موقع يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيانه يعني هي عبارة فلسفية لكن فيها الكتير من الحكمة وبتقول أنه هذا الرجل صاحب رسالة صناعة المحتوى يمكن صناعة ما هيش سهلة ومش أي حد يوصل للناس وليها أدوات وأسلوب لازم يكون مختلف علشان يقدر ينجح في وسط العدد الكبير الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي لما نتكلم عن الحوادث كنا كلنا بنقرأ الحوادث في الجرائم لكن الحقيقة أن الصورة بتخطف العين وبتبقى سبب علشان الناس يوصلها اللي بيحصل أكتر تقدر تتفرج وتبص بعين جديدة وعين مختلفة وزوايا مختلفة اللي بيحدث في الجرائم اختيار النوع ده على وجه التحديد للحكي ما هوش اختيار سهل أعتقد أنه المنافسة فيه كمان هتكون على المستوى العالمي لأنه مجال الجرائم عالميا ليه برامج وليه يعني أفلام عدة بتتكلم عنه فإنه نتجه لهذا النوع على منصات التواصل الاجتماعي ما هوش سهل ضيفي الحقيقة هو كمان مخرج غير أنه صانع محتوى المخرج سامح سند هنسمع عنه ونسمع منه أكتر إزاي بقى ترند في السوشيال ميديا وقدر أنه يصنع بفيديوهاته المميزة والمختلفة حكاياته وقصص كتير تروى للناس وتأثر فيهم وهنا إحنا بنتكلم عن عضات مش بس إحنا بنتفرج على الحوادث لكن إيه الرسالة من وراء أن إحنا نتفرج على الحوادث أو من وراء اهتمام الناس بأنها تسمع أكتر عن الحوادث هنسمع أكتر من ضيفي سامح سند أهلا بيك ومنوارنا في التسجيع أهلا بزيك أهلا سهلا التحول منه إنك مخرج ومخرج ناجح ما شاء الله سنين كتير جدا لصناعة المحتوى بالتأكيد ده ما كانش قرار سهل خصوصا إنه صناعة المحتوى اللي فيه يعني كونتنت تقيل ما هواش سهل مجال فيه منافسة قوية طبعا والناس ما بتروحلوش بسهولة غير لما تقتنع إنه الرجل ده بيقول كلام مظبوط آه كلام بالوقائع إزاي اشتغلت على الموضوع ده وإزاي وصلت له طبعا هو مظبوط الفكرة كلها مبنية إن أنا أصلا مخرج أخبار يعني أنا طول العمر أنا مخرج أخبار أصلا فكلمة أخبار دي معناها إنك بتعتمد دايما على الحقيقة بتعتمد دايما على الأدلة ما بتعتمدش على الأهواء الشخصية يعني وأنا كمان جوة شغل الأخبار كنت مهتمة في فكرة الوثائقيات جدا فكان دايما بيشغلني موضوع الأفلام الوثائقية عن أشهر الجرائم العالمية أو النصابين أو السفحيين اللي هي جرائم سواء عربية أو عالمية فالفكرة إنك بسيط لقيت إنه أنجح الأعمال الدرامية العالمية والعربية حتى اللي مبنية دايما على قصص حقيقية فاكتشفت إنه حوالينا في الجرائم يعني قصص كتير جدا ممكن تتعامل أعمال فنية بشكل عام مسلسل أو دراما أو فيلم يعني أو غيره بس إزاي تنقل الجريمة دي بشكل قصة القصة دي مكتوبة بطريقة كلها حقيقية يعني ما فيهاش ولا أهواء شخصية ولا أنا مألف جزء معين في القصة فالصعوبة بقى إزاي تجمع خيوط القصة كلها علشان تقولها للناس بطريقة فيها استمتاع وانت بتسمع القصة برغم منها جريمة قتل أو جريمة يعني جريمة صعبة فإزاي تقولها للناس ترجمة نانسي قنقر